الذي يسكت عن نصح من له نصحه من وجد في مكان المستشار والناصح ويغش الحاكم ويغش رئيسه وكذا ويبرر له الظلم والفساد وأن لا يسكت عن فساده وأخص ممن يبخص الحب والكيل والوزن وهذا يجرنا إلى ما ظهر هذا الأسبوع جاءت قوات واختطفت مواطياً ليبياً من بيته والسيد النائب العام خرج علينا وقال هذا ما عندناش به علم والأجهزة القضائية كلها ما عندناش به علم ولريد أن نحقق فيه هذا المبدأ خطف الناس من بيوتهم والقضاء غافل ولا يدي ما يجري هذا لا ينبغي لنسب أن يقره وأن يرضى به بغض النظر عن هذا الشخص شنو هو شن حالته وشن وضعه هل سوابق سوابق إجرامية ولا هو رجل صالح ولا كذا هذا كله لا ينظر إليه ننظر إلى أن هناك تجاوزات وتعد على القوانين من دولة وجهة أجنبية للأسف أمريكا عمل نفسها كأنها شرطي على العالم وخصوصا العالم في البلدان الضعيفة مثل حالتنا يتجول شرطيها كما يشاء ويدخل ويأتي وتأتي طائراتهم وتدخل بكل أريحية وتسخر عملاءها من تريد أن تأخذه تأخذه لا أحد يقف في وجهها وتاريخها في الظلم يعني لا يحتاج للتذكير به يعني معتقى الجوانتنامو السي السمعة يعني هذا وصمة في تاريخ البشرية كل قيم العدل والإنسانية التي تكلموا بها كلها ضربوا بها عرض الحياة واعتقلوا ما يقوم من ثمية شخص سنين طويلة في الظلم والقهر ولم يصبح لهم بأي حق من حقوقهم تاريخها يعني سيء في هذا لكأنها بعد ذلك تبقى هي تتطاول ودخلت عيني في ليبيا مرارا وتكرارا واختطفوا ناسا اختطفوا بالمعايير اللي هم يضعونها يقولوا هذا إرهابي يقولوا هذا مشترك في كذا حصل هذا مرارا وتكرارا والأسف في كل مرة الحكومات تصمت ولا تتكلم ولا يعني تسمح لنفسها أن تدافع عن مواطنيها وتشعر بالسيادة وبالعزة وببلدها وبكرامتهم لا يتكلمون يصمتون ويسكتون وهذا لا يحق ولا يجوز بل لابد للناس أن ينتصلوا لأنفسهم ولا يسمح بأذي التجاوزات لكن الذي يعنينا في الموضوع هو ما قلناه الله تباك وتعالى يقول وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا الناس الذين تكلموا في التواصل الاجتماعي حول هذه القضية وصحيح أن يقول نحن لا نرضى بتجاوز القانون ولا حد يعتدي على أحد لكن هذا الشخص اللي أنتم الآن تتكلمون عنه وكل حتى اللي ما باش يتكلم تهاجموا فيه وتشتموا فيه وسارع أقيل صالح ومن معه إلى إخراج بيان والشجب وكذا هل الدافع هذا هو قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا إذا كان هذا هو الدافع لماذا أقيل صالح وبرلمان حرض حفتر على حرب على طرابل استمرت 15 شهر ولا أكثر وقاتلت المئات والألاف وانتهكت الحرمات هل خرج عقيل صالح ببيان واللي معاه وقالوا له هذا ظلم وهذا انتهاك هذا شخص واحد هو اللي يتكلموا عليه دور تعالى البيان طيب والألاف اللي قتلتوهم واسكتوا عليهم هل خرج عقيل صالح وبرلمانة اتكلموا على مقابر افترهونا دي ما زالت تأخذوا إلى اليوم الناس حياه يدفنون ولا على غيرها ممن خططفوا اختطاف حتى هم ولا يعلم مصيرهم لا نعلم هلما قتلوهم ولا أعطوهم لروسيا ولا لأمريكا ولا للشيطان لا نعرفوش مهم نخططف هل ندد عقيل صالح ومن معه في هذه القائمة بهذه الأشياء حتى يكونوا منصفين ويكونوا بالفعل إذا قالوا عدلوا هم خلاص فقط هذه المسألة انتقوها وصاروا يشنعون حتى الناس اليوم ما تكلموش فيه يشنعون عليهم وأنتم مرة تتكلموا ومرة ما تتكلموش ومرة كذا هذا دافعه ليس مرضات الله سبحانه وتعالى بل الانتصال للنفس وللتوجه وللجهة وللتوجه السياسي ولكذا هذا الشخص وإن انكرنا طريقة اختطافه لكنه مجرم هو في العام 2011 سفك دماء الليبي كان دراعا من أدرع القذافي كم قتل من الناس هل حاكمتموه وأقمتم عليه القصاص وأقمتم عليه العدل سكتم عنه لأنه نتكلم عن ماضيه في الاستخبارات القذافي وهل هو كان متورط ولا متورط في الأكور التي كلفت الشعب الليبي العناء الطويل حصار الطويل كان يعني يسوموا يسوموا سوء العذاب لا تستطيع من تخر إلى بلد التي تدرس وتتعلم ولا تعالج إلا بعد ما يذيقونك الويلات حصار أمريكا ومعها حاصين ليبيا وكلفت القذافي أن يدفع من أموال الشعب الليبي 20 مليار تعويضا واعترف القذافي بمسؤوليته على حالة آخر الأمر وإن كان استمر يعاند ويقول لي ما أمرتش لكنه اعترف بمسؤوليته وهو مش غير في هذه الحكومة سلمت هذا المواطن هو القذافي قبلها سلم شخصين لهولندا وحكوهم في هولندا ومنهم من اعتقل في بريطانيا ومنهم فالموضوع هو إذا قلتم فاعدلوا هذا الذي أقوله لناس إذا قلتم فاعدلوا وإذا أردت أن تنصر قضية بينها ووضحها للناس إذا كان الرجل الصاحب حق أعطيه حقه نعطيه حقه فأنه ينبغي أن يمثل أمام محاكمة عادية لا أن يخطف هذا هو حقه لكن ما زال عليك لا حق له هو مجرم وارتكب الجرائم مع القذافي على 2011 وقتل الناس وبقي مزجون إلى مدة قبل هذه السنة أطلق سلاحه لأسباب الصحية وكذا هذا كله يجب عليه الناس إذا أرادوا أن ينصفوا وأن يعدلوا أن يبينوه لأن يتحاملوا ويتكلموا بالظلم ويهاجم الغلماء والمؤسسات الدينية بحجة أنهم سكتوا لا نسكت لكن نبيل حقيقة كاملا لأن هذا هو الذي أمر الله تعالى به وإذا قلتم فاعدلوا